شاركت وزارة الرأي في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية وأوضح وزير الرأي هاني سويلم أنه في ضوء احتفال المصريين اليوم بذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة أوضح أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة في موسوعة جينس لرقام القياسية باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم على صعيد الحماية من أخطار السيول صرح سويلم أنه تم ويجرى حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمالي وجنوب سيناء إذا قامت الوزارة بتنفيذ خمسمائة وستة وخمسين مشروعا متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزنات أرضية بالإضافة إلى أحواض وجسور ومعابر ومفيضات